ورقلة مدينة صحراوية هادئة رصدت لها في سنوات الأخيرة عديد المشاريع أنجز بعضها وبقي الآخر معلقا ما خلق جملة من التساؤلات لدى المواطن الورقلي عندنا قضية ترامواي ورقلة اللي يعد أصغر ترامواي أقصر ترامواي في العالم يعني 12.6 كم وتم إنجاز فقط مسافة 9.2 في انتظار المسافة المتبقية المقدرة بـ 3 كم عندنا القطاع الصحي اللي يشهد تظاهر كبير في الولاية لاحظنا أنه تم انطلاق مشروعين مركز تدريب في الشرق ومركز تدريب في الغرب لكن الجنوب لم يتم انطلاق هذا المشروع حيث أنه جمد من وقل فيدرالية السابقة بين المشاكل التي ترها لمستقبل هذه الولاية هو الصرف الصحي تأخر إنجاز المشاريع المهمة بالولاية فتح الباب لزيادة عدد الاحتجاجات المطالبة بالإسراع في تجسيدها فالتأخر زاد من معاناة المواطنين وشوها من الصور الجمالية للمدينة لقينا فيها وعود كثيرة وتم الدراسات ما تمتش وهي تعطى برض جسد بل ورقلة عاصمة اقتصادية نقصد بها المطار المدني وولاية كما ورقلة مثل السنين ما فيها مطار مدني مشروع ثاني هو مشروع مدينة جديدة كباقي ولاية الوطن ورقلة تزخر بمساحها والقضاء على مشكل السكن نرم طرحة الدولة أنها تمت تزياد عقارية للشباب عندنا مشكل في ورقلة اللي هو تهيئة هذه التزياد العقارية اللي رحم مسجل لخرج قوائمها من 2014 إنشاء البنى التحتية واستكمال ما تبقى من المشاريع المتوقفة مطالب شرعية لشارع الورقلي لتحسين ظروفه المعيشية ترجمة نانسي قنقر